وليه دايماً بيقولوا إنه ما نخلفش في أول سنة؟ ده فعلاً الكلام ده حقيقي؟ أنا بتبنى وجود النظر ده حقيقي ليه بقى؟ لأن لازم تحسي بمسؤولية الجواز الأول مسؤولية بيتك الأول وأي مسؤولية؟ زبط مهم ده فيه ده أنت هتخسيلي وهتنظافي وهتنزلي الشتوي والصيفي ليكي والغير وفي نقطة أهمة أنت هتشاركي حد في حقيقة وهو شاركك في حقيقة على اختلاف طبعكم على اختلاف تربيتكم على اختلاف ثقافتكم في مشاركة دي محتاجة مجهود زي ما هو بيصرف وبيكون عليه الجزء والعب المادي أنا عليك الجزء المعنوي والجزء اللي في البيت وخبالي دي محتاجة لأ محتاجة وعي محتاجة نضج محتاجة أن أنت تكوني قادرة على ده فكرة أن أنا البنت خلاص خلاصت تعلمها أو البنت بسنة زي دوت وراح تتجوز معلش إحنا كده بنظلمها ماليك ما بتاع فتطبخه وتمسح نهي وده الجواز لا 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 جواز بسطبخ ومسح وغسل لا الجواز أكبر من كده بكتير الجواز في كرة المشاركة نفسها لشخص تاني بتبعها المختلفة بالمستقبل بالطموح نبقى على وفاق وعلى وفاق نعرف نتكلم أهم حاجة تفاهم دي رقم واحد في الجواز تفاهم الثقة أنا أنت إزاي بنت صغيرة زي كده فهم يعني إيه أصلا راجل في حياتك أو مسئولية زي كده ثقة تفاهم لغة حوار أنت لسه طفلة أنت لسه محتاجة أن أنت أصلا تندجي محتاجة وعندك وعي وأنا لما بقول يا رب بديني إشارة هي دي كانت إشارة بالزبط يعني يوم قرأت الفتحة أبدا ده واضح ولا ده اختبار من ربنا أن أنا هصبر واحتسب وهستناه وأن أنا أصيل والنتيجة إيه لا 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 في حاجات ريد فلاج يا سالي إيه بقى الريد فلاج زي ليه بقى الحاجات العلامات الحمرة أنه منوارة كده لأ بان لا بانا بانا جدا بس هو طلع براءة يا هن يعني بيه بقى حيثيات وفي حاجات احنا ممكن مش عارفين بس النتيجة في النهاية إيه أنه ما زال بيشرب أهلي قالوا لي بلاش عشان هم ناس طيبة جدا يا سالي خدت بالك من الجملة برضه أنا عمالة أقرأ القصة مصحوبة بعض أنت بتردي على نفسك هي ندمانة وقد شايفة أن هي محتاجة تسمع كلام أهلها ناس طيبة دي يعني ما قالوا ليش كل الخطر مطيبين قالوا لي بلاش بس ما قالوا ليش الأخطار إيه بس أخته وقفت في صفها وده نادرا ما بنلاقيه أم أخته هلم ربيعوة ففهم شخصيته فهم هو عامل إزاي فهم أنه شخصية اعتمادية من الأول مش مسؤول شخص مضمن شخص اعتمادي ليه دايما بيقولوا أنه المدمن بيصحبها معها كده الخيانة ده حقيقي لازم المدمن يخون ولا هو أصلا بقى شفائق لي ولا فائق للدنيا خلينا نقول بس أن الإدمان نفسه في حد ذاته كده حالة مرتبطة بسيمات الشخصية لازم أجري على طول طبعا هي مفهولك من أول ده خلاص تاخد بالها لكن هي عندها نقطة ضعف نقطة ضعفها إن أنا مين هي رتب ظروفية أنا مطلقة ودي المشكلة اللي نحن نازم فعلا تتغير هل ينفع الزوجة تاخد الباسوورد بتاعة موبايل جزة؟ ما بحب بس ده وي ليه؟ لأنه فيه أزاليكي على فكرة رقم واحد وليه تعمل باسوورد طالما أنت ماشي تمام؟ ونفترض أنه هو ماشي تمام أو مش ماشي تمام وأعمل باسوورد أنا كزوجة ما يفعش تبقى معي؟ ليه؟ عشان لو أنا عايز أفتح الموبايل لأي سبب وفريدي لقيت حاجة دايقتك هيبقى رضي فعلك إيه؟ هتصرفي إزاي؟ وليه لأي حاجة دايقني والله على اعتبار أنه احتمالي على اعتبار أن الخيانة اللوكترونية بقت سهلة جدا أخذ أبالك؟ يعني أنت ما تزعليش مني يقولك دايما أنه يغفلني أحسن ما ما بقى عارفة الحقيقة؟ أكون دايما مصدر قوة ما ضعفش يعني إيه؟ يعني أعرفتي أنه بيخونك لقيت حاجة على الموبايل أنت كده إيه؟ هتيجي تواجهي صح؟ ده الرقم أول فعل هتعمليه لا ده غلط تعمليش كده إيه؟ طبعا يعني هي كده غلطانة لما واجهت طبعا هنخش في السؤالة بعد واسكملي غلطانة ليه؟ غلطانة عشان هي اللي كان في السر بقى في العلن يعني وبمزاجك يعني أفاشتك وبعد ما أفاشتيني هتبجح؟ أبجح هقولك مش عامل كده تاني بس هي عامل كده تاني هو إيه اللي هيخاف منه تحليف وحيات بنته صحيح أنا سيت أقولك الحيطة حضرتك بتتكلم طيب أقولي مرفت أنت بلت بتتعاطى غير مسؤولة في تفاصيل كتير فحلف حلف يعني لما واحدة تقفش جزها خين ما توجهش؟ لا ما توجهش تعمل إيه؟ تسنى الوقت المناسب اللي توجه فيه ما توجهش هي منفعلة ما توجهش وقت ما تكتشف الفعل تشوف منها وبنفسها مش هقول هي مقصرة أنا خيانة مش تبريره إن الست مقصرة في الرجل تطرخون لا مش عادي نقول داك خالص بس نشوف إيه نقطة الضعف اللي وصلت لكده إن أنا مركزتش معك أكتر من كده بزبط شوفي كده أنت حاولي تدير أمورك بعقل بحكمة ما تخديش الأمور على كرامتك قوي في الأول إن أنت الخسرانة مجرد ما أنت عرفتي حاجة زي كده ووجهتي بها فلاص يعني أنت عرفتي مفوضة في دلسا كده لأختاري الوقت المناسب